منظمة الصحة العالمية تعبر عن ارتياحها أخيراً وتقطع الشك باليقين الوباء التنفسي الذي تشهده الصين لا هو مرض نادر ولا وباء جديد وبالرغم من تقديرات المنظمة إلا أن المستشفيات الصينية لا تزال مكتظة بمرضى غالبيتهم أطفال يعانون من أعراض تنفسية لا تشبه أعراض الإنفلونزا الموسمية وأمام مشهد يشبه بداية انتشار فيروس كورونا طالبت منظمة الصحة العالمية معلومات إضافية من الصين التي لا تزال التحقيقات حول انتهاجها تعتيماً ممنهجاً على انتشار كورونا لم تثمر نتائجها النهائية الصين استجابت بسرعة هذه المرة واجتمع مسؤولوها بخبراء منظمة الصحة العالمية لدراسة تفاصيل التقارير الطبية وإحصائيات الإصابات في مقاطعتي بيكين واليونينغ تحرك منظمة الصحة العالمية جاء بعد ضجة أحدثها تقرير للتلفزيون الطيواني تحدث فيها عن خروج الأوضاع عن السيطرة في بيكين جراء انتشار عدوى غريبة تصيب الأطفال تحديداً الوصول السريع للتحقيقات الصينية جعل منظمة الصحة العالمية تؤكد الاستنتاجات الصينية وإن كانت غير متوقعة قيود جائحة كورونا أنقذت الكثير من الأرواح لكنها الآن تتسبب في جائحة إنفلونزا غير مسبوقة رفع القيود تزامن مع حلول فصل الشتاء الأول بعد أربع سنوات من الإغلاق وهو ما جعل الكثير من السكان يواجهون الإنفلونزا للمرة الأولى بمناعة خاملة مما تسبب بموجة وباء متزامنة لا يمكن التحكم فيها لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر